النهاردة ليلة فرحي والكل فرحان ومبسوط يلا بسرعة اجهزي العريس وصل ورغم الأصوات العالية والزغريت والأغاني اللي مالية المكان إلا إني ما سمعتش حاجة خالص ومش سمع غير بس صوت ضميري اللي بيأنبني ويقول لي إزاي تبدأي حياتك مع إنسان بريق مالوش أي زنب إزاي تبدأي حياتك على غش وغداع قبل ما أكمل حكايتي بدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان أقدر أستمر وقدم الجديد أنا رباب النهاردة فرحي والكل فرحان ومبسوط والفرح كان جميل جدا وبعد ما خلص الفرح وتقفل علينا أنا وعريسي باب واحد قرب مني وقال لي إن هو مش مصدق إن هو معايا وحاول يقرب مني بس أنا بعد قال لي أنا عارف إنك مرتبكة النهاردة ععدت في صمت وقلت له لا مش هو ده السبب إلا خلاني أبعد عنك لازم أحكي لك حكايتي لازم أحكي لك على كل اللي جواي بصلي باستغراب وقعد على السرير وقعدت أقصاده على الكرسي ودارت وشي بين إيدي خفت خفت اللي يشوف نظراتي وأنا بحكيله على سرري وبدأت أحكي الحكاية في السنة الأخيرة من الجامعة اتعرفت على زميل لي وقضينا مع بعض أوقات كتيرة جدا كنت تقريبا بقض وقت كله في الكلية معاه وفي يوم رحت الكلية وهو مجاش بصراحة حسيت إني زي المجنونة مقدرتش أستحمل قعد في الكلية من غيره كان الكل بيتكلم معايا وأنا مش بسمع غرصوته ومش شايف غرصوته وعرفت من واحد صاحبه إن هو عمل حدثة وإن هو كويس وقاعد في البيت يستريع أنا لما سمعت الخبر بقيت زي المجنونة وفضلت أجري في الشوارع لحد ما لقيت نفسي قدام شايته ومن غير ما حس دربت الجرس ولما شفته اتنفست نفس عميق وردت فيي الروح ورحب بي جدا وقال لي إن هو مش كانش متوقع أبدا إنه زور ببيته وإنه مش مصدق لهفتي عليه وقال لي لو كنت أعرف إن غالي عندك كنت عملت حدثة من زمان أنا ادهيتي جدا إنه كان عمال يلف في الشقة ويرحب بي ويعمل لي كل حاجة ومش مهتم بنفسه ولا مرتاح في السرير طلبت منه إنه يرتاح وأنا عملت له كل حاجة رتبت الشقة وعملت له الغداء لكنه مرضيش يأكل وغير لما أكل معاه وبعد الغداء قلت له إنه هروح علشان ما حدش يلاحظ إنه اتأخرت في البيت شدني وقربني منه وفجأة ضعفت لكنه وعدني إنه حيتجوزني بعد التخرج وبعد التخرج اشتغلتنا وهو في شركة والشركة قررت إنه إحنا نسافر للخارج واتفقنا على الجواز وإنه يكون يوم الفرح يوم صفرنا ويوم الفرح لبست الفستان ورقبت العربية مع بابا وماما علشان يوصلون المطار وقفت العربية وانزلت ولاقيته على الرصيف التاني شاورت له وأنا مبسوطة وهو كمان كان فرحان جدا ومن فرحته جار علي بسرعة بس للأسف القدر اتدخل وخده مني قبل ما يوصل لي جات عربية دسته أنا صعيقت وجريت بسرعة عليه أحمد فوق أنا لابسة فستان الفرح وجيت لك علشان نرقب الطيارة ونسافر قومي أحمد بلاش هزار بس للأسف هو مردش علي وكان غرقان في دمه وتاني يوم لقيت نفسي نيمة في المستشفى وحوالي أهلي كلهم والكل بيقول لي شد حيلك بصت لهم كلهم وأنا بسرخ وقلت لهم أحمد عايش مش ممكن يسيبني ومرت الأيام وأنا لسه عايشة في الصدمة صدمة موت حبيبي بس للأسف الصدمة الأبشعة واللي فوقت عليها إنه سابني ومات والكل معتقد إني بنت إزاي حواجه مصيري الواحد من غير أحمد فكرت في أي حاجة أخرج بيها من محنتي لدرجة تفكيري وصلني للانتحار بس خوفي من ربنا بعدني عن فكرة الموت اتقدمني عرسان كتير بعد موته لكني دايما كنت برفض إزاي حتجوز وأنا مصلحش للجواز لحد ما بابا وماما استغربوه ليه دايما برفض وخصوصا إني كانوا بيتقدموا لي عرسان لقطة لأي بنت وأنا كنت برفضهم وكنت بختلق أسباب غير مكنعة ما بقاش عندي أي حاجة تانية علشان أهرب بيها من موضوع الجواز واستسلمت لما تقدمت لي تحت ضغط أهلي وفي أول خطوبتنا قررت أن أطفشك وقرهاك فيها علشان تسيبني ومظلمكش معايا ومع محاولات الكتيرة وإصرارك أن أكون أنا شريكة حياتك حسيت أنك أجمل هدية ربنا بعثها لي وأن أنت اللي حتنور طريقي فحبيتك وفكرت كتير أن أحكي لك عن حكايتي بس كنت خايفة أنك تسيبني وتحرمني من حبك الشمعة لنورت طريقي بعد ما كنت عيشة ما عنديش أي أمل في الدنيا علشان كده قررت أن أقول لك على سري قبل ما نبدأ حياتنا ودلوقتي الاختيار ليك بس بترجعك لو مش هنكمل حياتنا سوا إنك ما تضحنيش قدام أهلي وخلينا مع بعض شوية وبعد كده طلقني وأنا مش هطلب منك أي حاجة هتنازل عني كل شيء لإني مش من حقي أن أطلب بأي حاجة ولو في قلبك زرة حب لي خليني معاك وهتشوف أني جديرة بحبك وإزاي حقدر أكبره في قلبك وبعد ما سمع اعترافي كنت منتظر قراره لكنه قاعد ساكت يا طرى صمته ده عبارة عن إيه ومخب وراء إيه وفجأة شدني من إيدي وجرجرني من شعري في الشوارع ومش شايف الناس حواليه لحد ما وصلنا عند بيت أهلي وقعت ينادي على بابا بصوت عالي ويقول له تعالى تعالى خد بنتك ملهاش لازمة في حياتي كنس الساعة حوالي واحدة بالليل الجران والشارع كله تلم ورماني تحت رجل أبويا وقال له بنتك طالق كنت منهارة جدا وبابا شدني من تحت رجليه ومن غير ما ينطأ كلمة طب ساكت على الأرض أنا شفت منظر أبويا أغمى علي وما فوقتش غير تاني يوم في المستشفى وأمي قاعدة جنبي وتقول لي أبوكي مات بعد ما سمع مصدت جبت لنا العار أنت معدكيش لازمة في حياتنا اوعي تدخل البيض الطريق اللي انت ماشي فيه كمليه لوحدك مش عايزة شوفك تاني يا ترى كل اللي بيحصل لي ده إلعب مني أنا ولا في الناس اللي حوالي أنا اللي استاهل ما كانش ضروري أن يكون صريحة كنت عيشتي معاه على غش ده جزاتي إن سمعت صوت ضميري وحكيت له على ماضية ولو كنت سمعت صوت عقلي بدل من صوت ضميري ما كنتش وصلت للانا فيه دلوقت خرقت من المستشفى وفضلت أرفي في الشوارع ما عادش لي حد وكنت السبب في موت والدي لحد ما وصلت لمحل واشتريته دوم بدل فستان الفرح للابساه ولبسته وروحت عالشغل وأول ما دخلت الكل بصلي نظرات احتكار وبيتغنزوا علي وأول ما عدت جيه الساعي ندالي وقال لي المدير طالبني أول ما دخلت للمدير قال لي الأفضل ليك يا بنت إنك تسيب الشغل فورا بعد ما وصلت فضحتك هنا أسيب الشغل وعيش منين ده الأمل الوحيد اللي فضلي وطلبت منه إني أديني فرصة لحد ما أدور على شغل تاني والراجل قطر خير ووافق إنه أديني مهلة شهرا أجرت أوضة فوق السطح وبعد ما بخلص شغلي كل يوم العصر كنت بلف الشوارع أدور على شغل لحد ما لقيت يفتح على دار مسنين طلبين فيها حد يخدم المسنين قلت الحمد لله جات لي الفرصة اللي أكفر بيها عن زنبي وأعيش وسط ناس محتاجين مساعدتي وهناك لقيت الأمان والراحة النفسية وساعدتي إن بخدم ناس محتاجيني كنت بشتغل ليل وانهار وكنت بصهر طول الليل ما كنتش بشتك أبدا تبي وهناك في الدار قربت مني ست مسنة كانت دايما بتلاحس صمتي وهدوئي وبدأت تحكيه عن ظروفها وإزاي دخلت الدار والأول مرة بافتح قلبي لحد وبحكي سري ليها اللي دفنته في قلبي ووعدت نفسي إني ما طلعهش لحد أبدا وكانت المفاجأة إنها تعرض علي إنها تجوزني حفيتها الإنسان الوحيد اللي بيزورها ويودها وإنها لو طلبت منه وأي طلب ينفزه فورا أنا استغربت إزاي بعد ما تسمع حكايتي تكرر إنها تجوزني لحفيتها واستعجبت أكتر لما طلبت مني إني ما أحكيه السر لحفيتها اللي حيكون زوجي وإنه يفضل بيننا وقالت لي يا بنتي من سطر مسلما سطره الله يوم القيامة وطلبت مني إن أوعدها إن ما أحكيش لحفيتها عن سري وأنا دلوقت في حيرة يا طرى أخفي سري عنه وأتجوزه ولا أسمع صوت ضميري للمرة التانية وأشوف وأشوف حيوديني الفين اكتبوه في التعليقات يمكن أوصل لحل معاكم أشوفكم على خير